ما أجمل أنه نبدأ نهارنا بالتسبيح والعبادة والأسبوع كله بيستمر بالعبادة والتسبيح من خلال وظائفنا حياتنا اليومية خدمتنا بالمجتمع فشكر كبير لفريق التسبيح وما أجمل العبادة الجماعية مع بعض بهذا الصباح المبارك سوا مع الكلمة هو مشروعنا لهذه السنة أمين واليوم بدي جاوب عن سؤال مهم جدا وهو ممن نتعلم ممن نتعلم رح أبدأ بمؤدمة بعدين بدخل بموضوعي وفي ورقة بين إيديكم يلي بتساعدكم كيف تتابعوا معي هيد العظة في كيو آر كود كمان فيكن تساعدونا إنكن تفتح الكاميرا تبعك على كيو آر كود يمكن موجود ورا لحتى كلنا نكون عم تتابع بهالعظة ونتعلم مع بعضنا البعض مع بداية هالسنة لوين الرب دو ياخدنا بدأ يبدأ بهذه المؤدمة أختي لأنه الإنسان بشكل خاص بيتمتع بالعقل وبالمنطق وعنده وعي ذاتي الإنسان بيعرف إنه هو إنسان وبيعرف إنه بيعرف وعنده شغف للتعلم والتعليم هو عنده هيدا العطش إنه يتعلم من صغره ولأنه بحب بحب يعلم الآخرين هيدا الشغف اللي عنده للتعليم والتعلم شغلة كتير مهمة لتطور الإنسان ونموه وامتياز أن يتعلم الإنسان لازم كل واحد منا يكون عنده شعور بالامتنين والشكر والتقدير لكل فرصة تعطى له يلي فيها بيتعلم وبينما شغلة كتير مهمة قد ما كان عمرك أنت عندك قابلية للتعلم باستمرار وميم ما كنت من خلال اختباراتك أنت فيك تعلم الآخرين وتساعد الآخرين في نموهم شو بيعلم الكتاب المقدس حول التعليم والتعلم هو موضوع اليوم والسؤال الرئيسي ممن نتعلم ممن نتعلم فرح أمشي بالأفكار واحدة وراء الثانية وطبق من بعد كل نقطة أولاً الكتاب المقدس يعلن لنا أن المعلم الأول هو الله هو الله نفسه هو الذي يعلم هو الذي يلهم هو الذي ينذر هو الذي يتكلم هو منه مثل الآلهة الأخرى هو مش إليه عنده دينين وعنده عينين وعنده فم لكن لا يتكلم ولا يسمع ولا يرى لا هو إله يتكلم هيداً بميزه عن كل الآلهة الأخرى الله يتكلم وكشف لألنا العهد الجديد أن المسيح هو الكلمة فالله يتكلم فمن خلال الله نسمع لصوت الله من خلال الكلمة بتثني أربعة ستة وثلاثين مكتوب من السماء أسمعك من السماء أسمعك صوته صوته اللي ينذرك وهيد الكلمة بالأصل إذا بدكم باليوناني هي ليعلمك يعني الترجمة اليونانية لعهد القديم بحط ليعلمك أسمعك صوته ليعلمك هيداً الكلمة المفتاحية اليوم يلي عم نتأملها مع بعض من السماء أسمعك صوته لينذرك وعلى الأرض أراك ناره العظيمة وسمعت كلامه من وسط النار فأختي الله يتكلم جاي اليوم أقول لك أن الله يتكلم الله يتكلم بضميرك بوجدينك بكيينك بالظروف اللي حول منك الله يتكلم وعمقول هيدا الكلام لأنه نحنا عم نعيش بوقت يلي فيه توتر حقيقي ما بين العالم والتشويشات يلي بتدخل ذهاننا باستمرار من خلال مئة قناة من السوشيل ميديا ومن التلفزيون ومن الحياة اليومية لدرجة أنه هيدا التشويشات تمنعنا أنه نسمع للصوت الله لما يتكلم لقلنا من هيك جاي يذكرك اليوم الله يتكلم بدنا نسمع لصوته بدنا يكون عندنا هيدا الحس الروحي لنسمع لصوته ومن جهة تانية في بعض الأشخاص بيفكروا وبيتعاملوا مع هيدا الحقيقة بطريقة كمان غير صحية بتشوف الشخص وبتتقابل فيه مئة مرة هو عم يحكي معك بيلك الرب قلي والرب كلمني والرب حكيني فهيدا تطرف كمان غير صحيح يجب نتذكر أنه على الرغم من كل شي بيصير حول منا الحقيقة الكتابية أن الله يتكلم وهل نحن عم نسمع لصوته رب يسوع المسيح بقول خرافي تسمع صوتي شو حلوين هالكلمات خرافي تسمع صوتي يعني أنا بتكلم والخرافي بتسمع بيحنى ستة خمسة وأربعين بقول إنه مكتوب في الأنبياء ويكون الجميع متعلمين من الله يسوع بيقول الأنبياء بيقول الجميع متعلمين من الله فكل من سمع من الآب سمع من الآب يعني الآب يتكلم وتعلم يقبل إلي هذا الكلام جاي من إشعية 54-13 حيث يقول النبي عن شعب الله كيف بدون يرجعوا من السبي ويرجعوا يبنوا إرشاليم وبعدين بقول كل بنيكي تلاميذ الرب تلميذ الرب يعني الرب المعلم الله المعلم قاله نحن تلميذ وسلامة بنيكي كثيرا وعم بقول يسوع بكلامه بيحنى إنه هذا شيء تحقق بمجيء هو ملك الملوك في هذا العالم تحتى يقلنا إنه قناة الاتصال بالله لكن فتحت وصار كل واحد مننا نحن تلميذ الرب وهو المعلم من هيكي نحن اليوم ما منقول نحن جنود الرب للقتال نحن تلميذ الرب للسلام بعدين بيبولوس بيتيتوس اتنين بيبول هذه الكلمات لأنه قد ظهرت نعمة الله قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس المعلمة إينا أن ننكر الفجور يعني الله بنعمته يتكلم إلينا يعلن لنا أنه يكشف لإلنا نعمته وخلاصه في هذا العالم ظهرت نعمة الله معلمة إينا أن ننكر الفجور بعدين بواحد تسالونيكي أربعة تسعة وأما المحبة الأخوية فلا حاجة لكم أن أكتب إليكم عنها إليكم عنها لأنكم أنفسكم متعلمون من الله أن يحب بعضكم بعضا فبدأس لك اليوم هل عندك الحس الروحي لا تتعلم من الله الله زرع فينا روحه بيكشف لإلنا أنه عطانا قلب جديد قلب جديد يلي بيسكن بوسط الروح وبيسمع للروح والأمور الروحية فعن بيقلنا روح الأدس يلي أعطانا من صفاته من مهمه لأن يعلمنا ويرشدنا إلى الحق فالروح حاضر بيناتنا الله يتكلم فتطبيقا على العمقول علم ولادنا علم ولادك نعلم ولادنا أنه يسمعوا لصوت الله سأل أنا بيسأل ولادي لما نكون عديم مع بعض وين سمعتوا لصوت ربنا وين شفتوا ربنا هيدا الأسبوع كيف شفتوا علم ولدك يصير عنده أنتنات روحية يستلهم عمل الله في الوسط هيدا الشي بدوا يتعلموا الولد ونحن الأهل بدنا نرشد ولادنا إليه دايما نسأل نفسك وين عم يحكي الله كيف عم يحكي الله شو عم بيقلنا الله وهي كم نتعود على الإصغاء إلى صوته رقم اثنين ممن نتعلم رقم اثنين نتعلم من الأهل طبعا المؤمنين الأباء والأمهات هم المعلمون في الكتاب المقدس الأباء والأمهات يعلموننا طريق الرب من أجل ذلك في تشديد في الكتاب المقدس على أهمية طاعة الوالدين انتبهوا أنه أول وصية لإلى علاقة بالبشر غير تحب الرب إلهك لإلى علاقة بالبشر هي أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك نفس الشيء بأفاس الستة واحد أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا حق أنتم تعرفوا بالعهد القديم كان الأب يحسب الكاهن في البيت لأنه هو الذي ينطق بكلام الله ويلي بياخد حيجة أهل بيته إلى محضر الله أفاس الستة أربعة وأنتم أيها الأباء لا تغيذوا أولادكم بل ربهم بتأديب الرب وإنذاره شو يعني؟ يعني لما البي يحكي لما الام تحكي لما الأهل يحكي لما الأهل يربه هو تربية الله للأولاد شوف الدور المهم يلي الأهل بيلعبوه بحياتنا فمصيبة هذا العصر هو أن الأباء والأمهات هملوا أهم دور في الوجود هو تربية أولادهم في طريق الرب وهذه مسئولية الأهل من بعد الله أنتوا يا أهل بتعلموا أولادكم طريق الرب فإذا كنت بدك لتشجيع اليوم شو بدك؟ تشجع تحمل مسئوليتك يا بيت تحملي مسئوليتك يا أم أنتوا بتربوا أولادكم أولادكم بيشوفوا المسيح فيكم شو بدكم؟ بدكم نمسحكم بالروح الأدس نمسحكم نفوتكم نوكلكم على هالمسئولية أنت مسئول ما حدا بينزع عنك المسئولية ما حدا بيأثر على أولادك قد ما أنت بتأثر على أولادك أنت اللي بتحكي كلام الله لأولادك بنات شباب بتحكي لحياتهم فتحمل هالمسئولية خود هالمسئولية على عاتق سترد هالمسئولية يلي خسرتها لمية سبب وسبب هيده مسؤوليتك رقم ثلاثة ممن نتعلم رقم ثلاثة من نتعلم من حياة الجماعة حياة الجماعة لاحظوا أنه في العهد القديم وفي العهد الجديد طبعا كان الالتفاف انتبهوا مع الالتفاف حول المؤمنين دخول في عالم الإيمان العيش في بيئة إيمانية صحيحة هي كانت المدرسة هي كانت المعلم يلي بنمي المؤمنين الجدد في المسيح يسوع فالأولاد والشبيب يلي لما بيعيشوا مع الكبار ويتشربون حياة الإيمان من خلال الإصغاء والملاحظة والمشاركة مع شعب الله هذه هي المدرسة هون كانوا يتعلموا وينموا بالماضي ما كان فيه كليات وجامعات ومدارس لكن الانتماء إلى الجماعة كان الجامعة هذا الانتماء الشعور أنه أنا بنتمي لها الجماعة عايش مع هذه الجماعة من خلال ملاحظة الممارسات يلي تصير الصلوات الجماعية الأعياد تلاوة القصص الروحية وبسبب وضع العلامات يلي كان الشعبي حتى تحتى تذكرنا بما صنع الله في وسطنا والكبار يعلموا الصغار عن أعمال وتدخلات الله في التاريخ فبعطيكم مثل قصة من صفر يشوع الفصل الرابع أعداد أربعة وما بعد بقول فدع يشوع الاثنين عشر رجلا الذين عينهم من بني إسرائيل رجلا واحدا من كل الصبت دع يشوع دع يشوع عزم أجيب 12 رجل عينهم من بني إسرائيل رجلا واحدا من كل الصبت 12 شخص وقال لهم يشوع اعبروا أمام تبوت الرب إلهكم إلى وسط الأردن وارفعوا كل رجل حجرا واحدا على كتفه حسب عدد أصباط بني إسرائيل لكي تكون هذه علامة في وسطكم إذا سأل غدا بنوكم قائلين ما لكم وهذه الحجارة تقولون لهم إن مياه الأردن قد انفلقت أمام تبوت عهد الرب عند عبوره الأردن انفلقت مياه الأردن فتكون هذه الحجارة تذكارا لبني إسرائيل إلى الدهر ففعل بنو إسرائيل هكذا كما أمر يشوع وحملوا 12 حجرا في وسط الأردن كما قال الرب ليشوع حسب عدد أصباط بني إسرائيل وعبروها معهم إلى المبيت ووضعوها هناك ونصب يشوع 12 حجرا في وسط الأردن تحت موقف أرجل الكهنة حاملية أبوت العهد وهي هناك إلى هذا اليوم حطيت لكم هذه القصة لأنه بالأعداد 21 إلى 23 ليكم شو بقول وكلم بني إسرائيل قائلا إذا سأل بنوكم غدا أباءهم قائلين ما هذه الحجارة شو الجواب عدد 22 تعلمون بنيكم قائلين على اليابسة عبر إسرائيل هذا الأردن لأن الرب إلهكم قد يبس مياه الأردن من أمامكم حتى عبرتم فالعيش بوسط الجماعة وملاحظة الممارسات التي الجماعة تقوم فيها هذه الجامعة بحدثتها هنا الإنسان يتعلم وينمع لماذا أقول هذا الكلام؟ أقول هذا الكلام لهدف معين الذي هو سنلاحظ أن أولادنا لوقت طويل سيشن في عالم خاص اسمه عالم السوشيال ميديا وصار إيمانهم بإيمان السوشيال ميديا وأفكارهم تشبه أفكار السوشيال ميديا من هكي السؤال هو وين البيئة الحاضنة الجماعة يلي فيها عم ينمو بالإيمان لأنه إذا تركتهم ببيئة أخرى رح يصيروا يشبهوا البيئة الأخرى فوين السهرات العائلية وين الحكايات والقصص المفيدة يلي كانوا المؤمنين والجماعات الأولى يجتمعوا حولها ويحكوا من هكي فكرة سوا مع الكلمة هدفها أنه نرجع نعيد هذه القصص الروحية إلى وسط عائلاتنا وجماعاتنا واجتماعاتنا ولقاءاتنا لحتى أولادنا ما ينحرفوا وينجرفوا بأمور غير مقدسة بعدين في نقطة تانية هنا أنه في أشخاص من خلفيات مختلفة بيأمنوا بالمسيح وهو الأشخاص جايين من بيئة معينة نحنا منشجعهم يبقوا ببيئتهم ليكونوا بركة للمجتمع تبعهم لكن المشكلة وين إنه إذا ما في بيئة تاني جماعة تاني بينموا فيها شو بيصير فيهم ما بينموا بطريقة صحية بدنوا تربة جيدة من هيك بدنا نخلق أجواء للأشخاص يلي ما بيقدروا يكونوا معنا أنه نحنا نخد لهم هذه البيئة الحاضنة المقدسة من جهة ومن جهتين نشجعهم يكونوا معنا لأنه في الوسط ولادنا الصغار والكبار الجماعة هي الجامعة الجماعة هي المدرسة العائلة نحنا مع بعض من نمي جيل للرب مقدس فبدي أسألك كيف انتمائك للجماعة كيف انتمائك أولادنا للجماعة كيف وين أولادنا لما يكون مجتمعين مع بعض وعم نحكي أمور روحية هل هم معنا عم يسمعوا عم بيلاحظوا عم بيشوفوا عم بيحسوا عم بيختبروا أم لا رقم أربعة المعلم الرابع هو الكتب المقدسة كلمة الله الكتب المقدسة سفر الأمثال كتب بعيني بهدف أن نتعلم بقول سفر الأمثال واحد لمعرفة حكمة وأدب العدد الثاني وكلمة أدب هي الاسم لفعل يعلم اللي إدراكي أقوال الفهم لقبول تأديب المعرفة والعدل والحق والاستقامة لتعطي الجهالة ذكاء والشاب معرفة وتدبرا يسمعها الحكيم فيزداد علما والفهيم يكتسب تدبيرا إهملنا لكلمة الله بتحولنا لشعب جاهل درسنا سوى حول الكلمة تجعلنا كنيسة حكيمة أفراد حكماء أشخاص عايشين بأمانة للرب باتنين تيموت ثلاثة الستعاش كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح غلاطي ثلاثة عرب وعشرين إذن قد كان النموس مؤدبنا معلمنا هذه نفس الكلمة اللي عم ندرسها اليوم مؤدبنا إلى المسيح كلمة الله بتقودنا إلى المسيح الشريعة بتقودنا إلى المسيح كي نتبرر بالإيمان رومي 15 أربعة لأن كل ما سبق فكتب كتب لأجلي تعليمنا تعليمنا كل شي نكتب بالماضي إيه؟ الهدف وتعليمنا حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء يعني التطبيق اليوم ما بيكفي إنه نجي نسمع لعظة الأحد ما بيكفي لازم الكتاب المقدس يكون مفتوح يومياً ببيوتنا ودايماً بيقول لك خلي الكتاب مفتوح بالبيت لأنه لما بتسكر وبتحطه على الراف بتنسيه خليه مفتوح حتى تعرف وين صرت وين قريت أو يمكن استعمل قابيا اللي بتذكرك اليوم شو لازم تقرأ من كلمة الله لازم تقرأ لازم تبقى الكلمة قريبة منك لأنه نحنا قلوبنا بتنحرف تبعد عن ربنا الكلمة دايماً بتصوبنا بتشكلنا بتوجهنا كلمة الله شو رأيك تخلي حد السرير كتابك مفتوح عما تجي لتنام بتشوف كتابك مفتوح بتقرأ فيه وشو رأيكم هيدا السنة نعمل شي يمكن مش عاملينه قابل نجري نقول إنه كل يوم أو لما نجتمع كعيلة تناكل بيكون في حد طولة الصفرة الكتاب لمقدس المفتوح منقرأ شي مزمور وبعدين منسكره ومناكل مع بعض وبيصير عنا عادي كل ما ناكل أكل جسدي منتغزة بنفس الوقت روحياً منجتمع يلا بدنا نصلي تناكل خلينا نقرأ هالمزمور أو خلينا نقرأ هالنص هالمقطع ونكلم أدس وهيكي بشكل طبيعي نحن عم ناكل منصير نتحدث ونعيش سوى مع الكلمة المقدسة شو رأيكم نطبق هيدا الشي رح أحكي أكتر عن هيد الأمور لحتى سوى مع الكلمة تصير حقيقة ببيوتنا وبمجتمعتنا بإذن الرب رقم خمسة ممن نتعلم نتعلم من خلال معلمين يقيمهم الله بيننا من المواهب يلي بيعطيها الروح هي موهبة التعليم لحظة أبولوس بأعمال 18-25 كان معلما بقول الكتاب كان هذا خبيرا في طريق الرب وكان وهو حار بالروح يتكلم وهلأ أصلنا للكلمة اللي عم ندرسها ويعلم بتدقيق ما يختص بالرب وحتى متوسلات اثنين يجب أن يكون الأسقف بلا لوم بعلم رأة واحدة صاحيا عاقلا محتشما مضيفا للغرباء 2023 و2024 صالحا للتعليم بولوس بقوله لتي متوس بديك تفصل تفسر تشرح تعلم كلمة الحق بالاستقامة ونحن المتعلمين لازم نتمسك بهيدا التعليم نتشرب وناخد مثل ما سمعنا الأسبوع الماضي بـ 2 تسالونيكي 2-15 بقول فاثبتوا إذن أيها الإخوة وتمسكوا بالتعليم التي تعليم التي تعلمتموها سواء كان بالكلام أم برسالتنا أبرانيين 2-1 لذلك يجب أن نتنبه أكثر إلى ما سمعنا لألا نفوته فالنداء اليوم كل واحد بكنيستنا عم يسمعنا أو معنا عنده موهبة التعليم بحب أنه يعلم وموهوب بهالشي الناس بتشهد عن هذا الأمر لازم تخبرونا لأنه منحتاج لكل هالمعلمين لنبلش نخطط كيف بننحق هذه الرؤية هذه السنة فعم أطلب منك لأنك تخبرنا تجي لعند حدا من القاضي تعطينا اسمك قلنا أنا بحب أقرأ أنا بحب أتعمق بالكلمة أنا بحب أشرح الكلمة أنا بشعر ربع أعطيني هيك موهبة تعاو خبرنا لأننا بحاجة لإلك لنحقق رؤية هذه السنة رقم 6 مما نتعلم نتعلم من خلال الظروف والألم تحديدا أخوة الألم مدرسة الألم جامعة الألم ثقافي الألم من يتألم ينضج يصبح مختلف عن غيره اللي بيتألم يرى الحياة من منظار مختلف الألم اللي بيختبره الإنسان أحياناً بيكون نتيجة نعمة الله عليه عم قل لك الألم نعم أيامي بيختبره الإنسان نتيجة نعمة الله رحمة الله عليه تيرحموا من أمور تاني أحياناً الألم بيكون نتيجة خطية الناس أو غباء الذات الإنسان أو الطبيعة الساقطة في مئة سبب للألم لكن اليوم بدنا نفهم إنه الكتاب المقدس بيكشف لقلنا إذا بتقرؤ سفر أيوب كله بتشوفوا كيف إنه الألم الله بيوظفه لمجده المبارك طبعاً الله لا يريد للإنسان أن يتألم طبعاً الله لما خلال الإنسان أساساً ما خلقوا لحتى يتألم لكن سقوط الإنسان أدخلوا بهالمكان يلي فيه صار الألم جزء من حياتنا والموت لكن الله بيوظف الألم لمجد اسمه المبارك يوم مش موضوع أحكي عن الألم وشو سببه لكن مهم تعرف إنه الألم يلي أنت اختبرته بحياتك أرجوك هيدا الألم ما تهدره ما تهدره بدنا ياه هيدا الألم بدنا نستفيد منه بدنا نتعلم منك من الألم يلي اختبرته نوع الألم اللي بتختبره غير الألم اللي أنا بختبره لكن هيدا الألم بدنا نهدره بدنا ياك تستخدمه لمجد المسيح وراح يكون أداة لحتى نتعلم منك ونتعلم من بعضنا لبعض خلال هالسنة من ألمك الألم هو أداة لنمونا لنضوجنا لنفهم الأمور الروحية بشكل جديد فالألم يلي اختبرته بحياتك إله قيمته وأهميته محزن مؤلم ما حدا بده لكن الله بيستخدمه لمجده المبارك فممكن أقرأ عليكم اليوم سفر أيوب كله لنتعلم هالشي مع بعض لكن بكتفي بأي وحدة من سفر العبرانيين خمسة ثمانة مع كونه ابن تعلم هذا الفعل طبعا تعلم الطاعة مما تألم به هذه نقطتنا رقم ستة مما تألم به أخيرا رقم سبعة مما نتعلم طبعا من رب يسوع المسيح المعلم الأعظم كيف يسوع علم شو طريقته في التعليم بدي اترك هذا الموضوع لأسبوع الجي وشوئكم إنكم تكونوا معنا تحت نتعلم عن طريقة يسوع في التعليم بالختم عندي نقطتين بدي اختم في بدي يكن تنتبه نقطتين كتير مهم نقطة الأولى اللغة اليونانية للعهد الجديد لفظة يعلم لكن الفعل اللي يعمل عليه اليوم تبهوا معي هم ألف من كلمة ولد ويزيد عليها صيغة الفعل اللي بتحمل معنى الحالة يعني الفعل بيقول أن تكون مع الولد فعل يعلم من جذوره جذره هو أن تكون مع الولد أن تكون التعليم يعني أن تكون مع الآخر يعني الله معنا نتعلم منه صح أن تكون مع أولادك أن تكون مع أهلك هون بيصير التعليم خادمة المنزل أو الموظف اللي بتشتغل عندك مش شيء اللي بترب الأولاد إنك أنت تكون مع أولادك هذا هو فعل يعلم إنك تكون في وسط الجماعة هون بيصير التعليم إنك تكون مع الكلمة المقدسة نتعلم إنك تكون مع المعلمين بوعي وإدراك وتركيز نتعلم إنك تكون في وسط الألم والعاصفة وعين العاصفة نتعلم تفهموا علي فالعلم مش هي فكرة أو واحد بيأخذ شيء محاضرة مع أهمية المحاضرات لكن العلم الحقيقي يتحقق مع من تكون فالرسالة كون كون للآخرين اللي يتعلموا كون موجود بحياة ولادك بحياة زوجتك بحياة أصدقائك بحياة كنيستك لأنه في وجودك هيدا رسالة آخر السنة سنت الماضي الكينوني تجسد المسيح كون مع الناس كون مع الآخر وهيك الآخر يتعلم فمع من أولادك مع أنت مع ناkay لأن تكون هون بتتعلم وبتعلم هذه أول نقطة تاني نقطة ما الهدف من التعليم في الكتاب المقدس ما الهدف من التعليم الهدف من التعليم بالكتاب المقدس هو لا الإنسان يعني لي المقصود أنك تزيد معرفتك من أجل المعرفة والافتخار بالمعرفة هدف التعليم ليس الإنسان بمعزل عن الله هدف التعليم هو الله يعني هدف التعليم والتعلم طاعة الله معرفة الله معرفة طرق الله تشبه بالله السلوك بحسب مشيئة الله معرفة مشيئته على الأرض التحقيق العدل والمساوات والسلام والاستقامة يلي بيطلبها الله مننا فهون هدف التعلم والتعليم لاحظوا بعبرانين 12-11 بقول ولكن كل تأديب وهي دي كلمة التعليم يلي عم ندرسها بمنحة سلبة يلي بتأدب في تعليم للتأديب في تعليم للتشجيع الفي الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن وأما أخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمرة بر للسلام الهدف البر الأديسي للسلام مع الله طبعا ومع الإنسان نفس الشي بكله سي واحد من عشرين الانجيل الذي ننادي به منذرين كل إنسان ومعلمين كل إنسان اللي بكل حكمة ليش لكي نحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع الغاية الغاية أن يكبر الله فينا أنه يتجسد المسيح فينا الغاية مش أنا الغاية هو فيي الغاية هو يكبر فيي الغاية هو يظهر فيي فنحن بنجي سوا نحو الكلمة مع الكلمة لهو يكبر فينا هيد الغاية الحقيقية من التعلم يتجلى في حياتنا الغاية مش الإنسان إنما الله في الإنسان الغاية يسوع في الإنسان الهدف هو هو الغاية واضح أنه بولوس بول انتبهوا العلم ينفخ إذا الغاية العلم العلم والإنسان شو إفادته تشات جي بيتي بتحل المشكلة لكن الاي آي ما عنده علاقة شخصية بالرب نحن المعرفة اللي عنا بتقودنا إلى معرفة حقيقة بالرب يسوع المسيح إذن من يعلمنا اليوم يعلمنا الله صح؟ هل عم نسمع لصوته الأباء والأمهات الجماعة الإيمان الكتاب المقدس المعلمون الظروف والأسبوع المقبل رح نحكي عن المسيح بدؤوا الجملتين قبل ما إختم هي هيده لاحظوا شو بيصير لما منجتمع مع بعض منبلش بالعبادة عم نطلب حضور الله معنا إنه يكلمنا ويحكينا بيقلتلكم ياهم بيشتركوا مع بعض لما منجتمع مع بعض في العبادة وهيكي بيتمجد اسم الرب يسوع المسيح فخلونا هيده السنة من فوت ولا فرصة فيها لتعلم كلمة الله سوى مع الكلمة رؤيتنا لهذه السنة غمضوا عينيكم معي خلونا نصلي يقول له يا رب بدنا دينين تسمع يمكن مش قادرين نحكي كتير لكن يا رب عنا دينين تسمع كلامك ونطبق بحياتنا اليومية لك يا رب تعاوا حكي معنا كلمنا نصلي من أجل أبائنا وأمهاتنا الموجودين معنا إنك تبركون ويكونوا صوت الله لإلنا نصلي لجماعة الإيمان تكون بركة لحياتنا مش سبب عثرة نصلي إنه كلمتك تكون مفتوحة في بيوتنا نصلي إنك تبارك المعلمين في وسطنا تعطيهم قوة بالجسد والذهن تعطيهم يا رب النشاط الروحي والجسدي تيكملوا خدمتهم نصلي إنه كل الظروف حول منا تكون مواد لتعليمنا ونمونا نصلي أيها الرب يسوع المسيح إنك تتمجد في وسطنا أنت الكلمة المتجسد ولك كل المجد آمين 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 آم